أهلا بكم في ثالث حلقة من حلقات السرعة في الأداة المرة دي هنعمل بيت سكان شمال كندا الأصليين عشان نعمل الإيجلو هنستخدم أداة الريفولف لو عايز تدعمني وتدعم الشغل اللي بعمله ما تنساش تشترك على القناة وتنشر اللينك بتاعنا في كل مكان بعد ما نخش في وجهة البرنامج تحت architecture tab component model in place هننزل تحت شوية هنلاقي generic models ندوس اوكي خلينا نسميه إيجلو ندوس اوكي وبعدها هنعمل reference plane ونخليها في النص ونسميها إيجل بعد كده هنروح على south elevation ونبدأ نستخدم الأداة بتاعتنا من create هنروح revolve وبعدها هنختار reference plane اللي عملناه وندوس اوكي دلوقتي احنا محتاجين نعمل خط الوسط ال access line اللي هو بيلف حوالي ال profile بتاعنا طبعا ال access line ده طوله بيفرق فحجم القبة او حجم الكتلة اللي احنا بنعملها خليه 6 متر مثلا بعدها هنروح عند boundary line نختار ال arc وندوس عند أعلى نقطة ونوصل للارض وبعد كده نشد ال arc كده عشان أنا مش عايزه يبقى نصف دائرة مظبوطة لكن عايزه يبقى modern اكتر زي اللي احنا شفنا في الصورة في أول الفيديو وبعدها ندوس escape نختار ال line ونقفل ال profile بتاعنا ده من كل اتجاه ندوس finish كده بقى معنا الكتلة لكن عايزين نعمل لها مثلا gate او مدخل بكشيء اضافي يعني هنروح عند level 1 نروح عند create ونعمل reference plane تاني ونخليه قريب من المدخل كده ونسميه B دلوقتي ممكن نرجع لل south elevation تاني ونروح عند create ونعمل extrusion نختار ال plane بتاعنا وندوس ok هنرسم ال profile بتاع المدخل في النص كده ونعمله من فوق arc مثلا نشيل الخط الزائد وندوس finish هنروح ال 3d من فوق هنا وندوس على الكتلة بتاعت المدخل ونشد السهم بتاعها الجوه بعدها عايزين نعمل الكتلتين door join عشان لما نخليهم curtain walls او نخليهم ازاز يعني ما يبقوش متدخلين مع بعض فهندوس على join من هنا join geometry وندوس على الكتلتين بعد كده نقدر دلوقتي ندوس finish model ومن تحت نخلي visual style shaded دلوقتي هنروح عند ال architecture tab نختار curtain system وهو مختار لك select multiple اختار اول surface من القبة وتاني واحد الاثنين مع بعض دوس create system انا ممكن اكون عايز اعمل system خاص بالقبة هدوس edit type بعد كده اعمل duplicate واسميه igloo system مثلا ده ليه علشان اكون متحكم اكتر في النوع ده من غير ما بوز الفاميلي الاصلية في grid 1 خلي layout fixed number grid 2 هخلي fixed number ودوس ok تمام ممكن دلوقتي نعمل المدخل بان احنا نختار surfaces اللي برا دي وندوس create system دلوقتي ممكن ندوس على الماس وندوس click ايمين hide and place elements مثلا عايز اسنتر الباب باستخدام الخطوط اللي عندي اختار الخط التاني واشيل البن وبعد كده ادخلهم عند الباب كده دلوقتي احنا ممكن نعمل حاجة كمان ممكن نخلي elements دي برزة او موجودة اصلا لانها تقريبا مش موجودة عن طريق ان احنا ندوس على grid system ندوس edit type طبعا احنا محتاجين نخلي systems كلها دوس click ايمين select all instances ونخليهم ونخليهم محتاجين نخلي system بتاع الكتلة القبة دي الوحده والsystem بتاع الباب ده الوحده علشان المنس دي ما تبقاش باينة في الاتنين فهنعمل edit type ونسميها main system ندوس اوكي بعدها ندوس اوكي دلوقتي لو احنا عايزين نزود في هيبقى في القبة الوحدها من غير الابواء من غير الكتلة التانية عشان نحط فيها العناصر او الخشب او الستيل هندوس edit type وننزل هنا عند الموليونز ونحاول الموليونز دي circular موليونز خليها خمسين ملي متر وندوس apply حاجة كمان ممكن نعملها وهي اننا نخلي الموليونز دي اكبر او ظهر اكتر تكون ملقمة للكتلة دي ازاي هندوس tab لغاية لما يظهر الاختيار على الموليون وندوس edit type بعد كده نقدر نختار ال radius من تحت خالص ونخليه 150 طبعا لو ظهرت معانا مشاكل زي كده ممكن نشيل البن ونمسح الموليونز اللي فيها مشاكل ممكن طبعا اضيف grid lines عن طريق ان اروح architecture بعد كده curtain grid واجه هنا واضيف grids او ادوس على ال element دي ودوس cs واختار ال grid اللي عايزة هتنزل عليها عشان تناسب المث تبعي حيث ان انا عايز اشيل ده ندوس على add remove segments delete element على كابة tr نقفل كل حاجة في التلاجة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة